السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج رمضان كريم كل عام وحضراتكم بخير ما زلنا في أجواء شهر رمضان الكريم شهر الرحمات شهر المغفرة شهر العدق من الميران النهاردة بينتصف شهر رمضان الكريم من كم يوم كنا منتظرين شهر رمضان النهاردة بنلاقي نفسنا في 15 رمضان عدى 15 يوم من شهر رمضان الكريم كل واحد مننا في شهر رمضان الكريم بيحاول أنه هو يجتهد بيحاول أنه هو يزود شوية من عبادته بيحاول أنه هو يتخلى عن بعض الصفات اللي كان بيعملها اللي كان بيشرب سجاير بيحاول يقلل موضوع السجاير أو بيحاول أنه هو يقول في شهر رمضان حبطلها وإن شاء الله يبطلها على طول اللي كان بيعمل حاجة معينة يقول لا مش هعملها اللي كان بيتكلم على حد يقول لا خلاص مش هنتكلم في شهر رمضان أنا عايز ربنا يتقبل صيامي ويتقبل قيامي كل مننا بيقرى القرآن الكريم في رمضان لأن شهر رمضان وشهر القرآن الكريم وشهر رمضان تنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بيجي نقرأ في رمضان بنقرأ المصحف اللي بيختم مرة ولي بيختم مرتين ولي بيختم ثلاثة كل مننا على حسب قدرته ولكن فيه مننا بيقرأ القرآن بتدبر وفيه بيقرأ عشان يقول أنا ختمت مرة واثنين وثلاثة كل واحد ربنا بيديله على قد نيته في تلوته ولكن لما بنيجي نقرأ القرآن كل مننا بيتوقف أمام آية بيحس إن الآية دي شدته الآية دي ربنا بيكلمه هو بس فيها الآية دي بيقول ربنا عملها عشاني أنا أنا المقصود من الآية دي كل مننا بيتعلق بآية ياريت كل واحد مننا بيقرأ القرآن راجل أو ستة أو شاب أو فتاة وآية تعلم معاه أو آية تلمس في قلبه يبقى يتواصل معنا ويقول لنا على صفحتنا ويتواصل معنا ويقول الحلقة أو يقول الآية اللي خلته فعلاً كانت نقطة تحول في حياته مازلنا في رمضان بنقول ومازلنا في أجواء الشهر الكريم بيشرفني النهاردة أن يكون معايا فضولة الشيخ جابر العطيفي من علماء الأزهر الشريف أهلا بيكي مولاد كل السلام وحضرتك ضايق شيخ جابر طبعاً علماء الأزهر هما المنارة وهم اللي بيحملوا الشعلة للدين وهم اللي بيحملوا شعلة التنوير للأمة الإسلامية وذلك لأن الأزهر هو الدين الوسطي هو الذي يظهر لنا الدين الوسطي دون تشدد وبيخلينا نقول فعلاً أن فعلاً دينا دين الوسطية وأن رسالة الإسلام جات رحمة للمسلمين وجات للناس أجمعين الله سبحانه وتعالى بيقول في كتاب الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة المهدى لأمته وجاء للإنسانية كلها ولكن لأمته خاصة في الرحمة والله سبحانه وتعالى فرض علينا للإسلام أركان الزكاة والحج ولا إله إلا الله والصلاة وخمس فروض ولكن منهم فريضة إحنا عايشينها دلوقتي وهو ركن من أركان الإسلام وهو الصيام ياريت تقولي في الركن اللي إحنا عايشينه دلوقتي ركن الصيام تكلمني عنه وتقولي شهر رمضان المرتبط بالصيام تقولي رمضان وتقولي الصيام الركن اللي إحنا في دلوقتي من أركان الإسلام نتكلم عنه تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإسلام جاء بأركان هذه الأركان كما تفضلت وهي منها الصيام الصيام الذي نحن بصدده اليوم ألا وهو ركن من أركان الإسلام هذا الركن الأصيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان شوف يا سيدهاني يعني رمضان بدأ بيبدأ أول يوم بالنهار الناس تصوم بالنهار النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عنده رمضان بيقول للأمة من الليلة التي تسبق النهار اللي بيكون فيه صيام من بعد المغرب أخر يوم في رمضان نعم اللي احنا بنصلي فيه أول صلاة طرح قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح قال إذا كان أول ليلة من رمضان إيه اللي بيحصل فتحت أبواب الجنة شوف البشريات فقا الله فتحت أبواب الجنة إيه كمان وغلقت أبواب النيران الله طب إيه كمان وصفدت الشياطين ما زال الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يبقى إذا كان أول ليلة من رمضان لسه الناس بتفكر تسحر يعني لسه ومع ذلك بدأ رمضان تخيل الله إذا كان أول ليلة من رمضان نعد كده مع بعض فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب طب إيه كمان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب يا على رحمة ربنا الله إيه كمان وصفدت الشياطين ومرضة الجن في رواية إيه كمان وصفدت الشياطين ونادى مناد من قبل الله ملك طبعا المناد ده يكون إيه من قبل الملك ونادى مناد من قبل الله بيقول إيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر الله طبعا الحديث ده يعني شوف في ظاهره كده كله رحمة كله بشرة كله طب نيجي نبص كده بسرعة في فقه الحديث لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة هنا نفهم منها حاجة من فقه الحديث إن أبواب الجنة كانت قبل رمضان مغلقة مغلقة باستثناء اتنين وخميس عشان ده ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم اليوم الذي ولد فيه اتنين وخميس بيبقى فيه طبعا كلام في للعلماء في هذا لكن انت كما تفضلت كده معنى كده إن أبواب الجنة كانت قبل ذلك مغلقة مغلقة طول العام فبدأ أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة طيب وغلقت أبواب النار نفهم منها أيضا أن أبواب النار كانت مفتحة طول العام وصفدت الشياطين معنى كده صفدت يعني سلسلت وكتفت معنى كده كانت مطلقة مطلقة بقى قبل رمضان دي بشريات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم للأمم طيب إحنا محتاجين أي تاني ماذا نريد للعبادة ماذا نريد معين أكثر من ذلك على الإحسان على الصلاة على كل أعمال الخير فتخيل يعني أول ليلة من رمضان أول ليلة كلها بشريات يريد بشري وحده بشريات غلقت أبوابه النيران فتحت أبوابه الجنة سلسل الله الشياطين أو مرضة الجن ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أقصر تعالى آخر بقى ختام البشريات قال صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث قال وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ للجيزة الكبرى السنان يا سيد زهائم وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ إيه لحسن حد من إخواننا يفهم يعني في الشهر الكريم فقط لا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ صلى الله عليه الصلاة والسلام مش في الشهر كله عُتَقاء كده مرة واحدة لا كل ليلة عُتَقاء غير التنمي كل ليلة يعتق الله كل ليلة في مجموعة طبعا أسأل الله لي ولكم جميعا أن نكون منهم فطبعا بشرات رمضان كثيرة لا تنقاطح يعني أنت حضرتك خدتنا في يعني ابتدينا نعيش زي ما بتقول كده الناس بتيجي على أول رمضان تبص تلاقي الناس البسيطة تقولك احنا شمين بريحة رمضان صحيح زي ما تقول رمضان ليه نفحة أو ليه ريحة وإذا كنت أنا بقولها هي ريحة الجنة اللي بتهب علينا لما فتحت الجنة والناس بتحس أنه فعلا فيه ريحة رمضان وفيه الناس بتتآلف مع رمضان وتحس أن هي فيه حنين بينها وبين هذا الشهر الكريم مولانا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا البشرة دي بيدينا كل الحاجات الجميلة دي اللي بيقول لنا لربنا سبحانه وتعالى أعدها لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم إزاي نصوم صح عشان نقول اللي إحنا في رمضان هذا الشهر الكريم هو نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى وهبة من نفحات الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم نقابل هذا الخير الذي وهبه الله لأمة محمد ازاي يعني جاي لك هدية نعم هتستقبل الهدية دي ازاي وازاي يعني وزا حيوتهم بتحية في حيو أحسن منها الله سبحانه وتعالى هو اللي بيدينا التحية وبيدينا الهدية من عنده حنقابلها ازاي وازاي ربنا يتقبل منا الصيام والقيام نصوم ازاي في رمضان فيه كتير مننا بيصوم صوم عوام نعم بيصوم عن الأكل والشراب وفيه صوم جوارح وفيه صوم الخصوص عايزين نفصل للناس نقول لهم أنواع الصيام ايه هل انت من أي نوع من هؤلاء صوم جوارح أو صوم عام ولا صوم خصوص فضل الموجود طيب شوف نفحة أولا كلمة نفحة يا أستاذ هاني هذه لفظة من لفظة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لربكم لنفحات في دهركم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها طب رمضان نفحة من لنفحات من الأيام والزمينة المخصصة التي خصصها الله جل وعلا وفضلها لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها اسمع كده وزاي فرب نفحة نفحة واحدة رب نفحة تصيب أحدكم فلا يشقى بعدها أبدا الله الله فلا يشقى بعدها أبدا طيب أنا النهاردة عشان أصوب أنت لخصت أنواع الصيام بالنسبة للناس صوم عوام وصوم خواص وصوم خواص الخواص أو بمقولة أخرى صوم البطون وصوم الجوارح وصوم القلوب الله هي هي صوم البطون الذين يصومون عن الطعام والشراب اللي هو تعريف الصوم تعريف الصيام أقول لك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الشمس يبه هو صائم عن الطعام والشراب وعن الجماع ده صوم البطون أما المنزل الأفضل من دي مع صوم البطون صوم الجوارح الجوارح طيب الجوارح اليد اللسان العين الأذن الأفئدة القلب ده ليه صوم كل واحد من ده ليه صوم صوم اللساني عن الرفث والجه الغيبة والنميمة نعم لذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلم لما يصوم إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صار بالقل صار وأغلبنا بيعمل ده أستاذ سيد الأغلب بيطبق ده يعني إحنا فعلا في رمضان بنوصل لدرجة من هذا الكلام طيب النوع الآخر أعلى من الاثنين السابقين وهو صوم القلب صوم القلب أسمى ليه؟ هو الإنسان إيه؟ غير قلب الإنسان يا أستاذ هاني إيه؟ غير قلب يعني حتى في المثل كده لما يضرب مثل يقول له يا أخي أنت ما عندكش قلب يا أخي أنت قلبك كذا لماذا يضرب القلب اسمع كذا لأن نظر الملك محل فين؟ القلب نظر الله للقلب ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم لذلك الله ينظر للقلب طيب شمعنا القلب القلب هو الملك ملك للجوارح الملك الذي يأمر وينهى الجوارح يعني كتير جدا يا أستاذ هاني ينظر نظرة حرام عفاني الله وإياك فكتير يظن أن العين إذا نظرت للحرام أو الأذن إذا سمعت حرام أو اليد فعلت حرام أو القدم لو مشت لحرام كثير من الناس يظن أن الذي فعل ذلك الجوارح الجوارح لم تفعل ذلك إلا بأمر القلب بأمر القلب الله يفتح عليك ملك الجوارح من الذي قال ذلك؟ الحبيب صلى الله عليه وآله وعليه وآله وسلم سينا سينا و مولانا صلى الله عليه وسلم لما قال باختصار من حديث قال ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله طيب و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب طيب حضرتك كده خلتني للقلوب نعم و القلوب بيد الله سبحانه وتعالى أسكر الله يطهر قلوبنا يقلبها كيفما شاء نعم و القلوب زي ما أنت حضرتك بتقول القلب هو الذي يهي من على الجوارح نعم طيب إحنا في رمضان عاوزين قلوبنا تكون هواها لما جاء به الله و رسوله كيف يتأتى لنا أن نأتي بقلوبنا لما أمر الله به و رسوله حنأخذ الإجابة بعد الاتصال السيد سعيد تفضل السيد سعيد تفضل السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تفضل يا فندي تفضل يا شخص احنا دلوقتي في أسوادنا و ده و حرارة عندنا و كل سنة حضرتك طيب يعني و مولانا و نحن نتكلم عن القلوب و كيف القلوب يكون هواها لما جاء به الله سبحانه و تعالى و رسوله أنا أحييك على السؤال الله يبارك لك طيب شوف يا سيد هاني بداية لازم في تأصيل مهم لازم نعرفه ايه هو قلنا أن ارتباط الذنب بالقلب يسوي ايه؟ يعني لو عايز أقول ايه رباط ارتباط القلب العلاقة بين الذنب والله الله يفتح عليك أو علاقة القلب بالذنب أساس العلاقة ازاي؟ أول ما الذنوب بتعرض أنا عايز أطهر طبعا القلوب دي أنواح قلب منيب يرجع دائما للتوبة من جاء بقلبه قلب سليم قلب وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم سليم أسأل الله لي و لك و للمستمعين ذلك أن نكون من هذه القلوب البيضاء السليم الله أعلم و هناك في المقابل قلوب أيضا ذكرها الله في كتابه الكريم منها القلب المريض قال تعالى في قلوبهم مرض عفل الله و أي قلبه مرض نعم قلب قاسي قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة شوف بقى اللي بعد منها كمان و إن من الحجارة لما يتفجر مش كل الحجارة و إن من هنا مش كل الحجارة لا و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني إيه ماء رقراق يعني تخيل الرقة دي تخرج من الحجر فهناك ناس أقسى قلوبها أقسى من الحجار و منها ما يهبط من خشية الله نعم رقة أيضا و خشوة كجبل موسى نعم نعم ذكرتني نعم ذكرتني بقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فالقلوب أيضا منها مريض و منها قاسي و منها و منها و منها قلوب كثيرة طب حنكمل بيئة القلوب حنفضل أستاذ إيناس و نرجع لحضراتك مدام إيناس تفضلي السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله كل سلام حضراتك طيبين حضراتك طيب يا فامي بعد ذلك حضراتك نعزل سري الشيخ صور أتفضلي أتفضلي